موسيقى اهلا بكم مشاهدين ومستمعين عبر صوت لبنان الى منشاة المساء تدخل الحرب الاسرائيلية على غزة مراحل الحسم مع بلوغ عمليات التوغل خط المواجهات المباشرة وانهيار القطاعات الطبية والانسانية والخدماتية الى ذلك لتدخلت مقررات قمة الرياض من فك الحصار الى وقف اطلاق النار سقف وقف التنفيذ حدة المواجهات في ميدان غزة تنشر سخونة متصاعدة على محاور الدعم في الاقليم وتتقدم جبهة لبنان او جنوب لبنان كل المحاور لتتحول المناوشات الى حرب يومية تترافق مع تخط التهديدات الاسرائيلية حدود الرد والردع وفي الداخل اللبناني تحركات قد تثمر في منع سقوط المؤسسة العسكرية بعد الرئاسة في دوامة الفراغة القراءة مع ضيفنا في الاستوديو السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف دكتور خلدون اهلا وسهلا فيك بمنشاة المساء مساء الخير لك استاذ ومساء الخير لكل المستمعين والمشاهدين في صوت لبنان الذي نحب ونجل ونقدر اهلا فيك مجددا نحن سعيدين اكيد بوجودك معنا اليوم رح نبدأ من غزة ولاحقا نتطرق الى الجانب اللبناني الجنوب والداخل ايضا ماذا يعني بدء الحديث في اسرائيل عن مهل لانهاء هذه الحرب قبل ما نبلش نحكي بالمهل خلينا نقول شو الاهداف تبع الحرب خلينا نقول انه انا بسبعة اكتوبر بعتبر ان الفلسطيني قد حقق هدفه يعني العملية اللي صارت سبعة تشرين حققت هدف الفلسطيني شو حققت عمليا حققت اعادة موضوع فلسطين على المسرح السياسي الكوني تصور انت معي سبعة وخمسين دولة اجتمعوا بالرياض اسبوع الماضي لا يناقشوا موضوع غزة تصور معي عدد الرؤسة اللي زاروا اسرائيل بعد سبعة اكتوبر تصور معي عدد المظاهرات التي تدور في كل الكون في كل ارجاء المعمورة يوم بشيكاغو واشنطن لندن بريكسل بيريز اسبانيا كل العالم فالهدف من وراء العملية اللي عملت بسبعة تشرين تحقق وهو عودة الموضوع الفلسطيني الذي كاد ان ينسى وكاد ان يلغى وكاد ان يشطب عن جدول عمال السياسي الكوني لكن على الارض ماذا تحقق؟ لا 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 نحن 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 نحكي سياسة اي وقت كثير نحن نخلط بين العواطف والسياسة وانا ما عندي مانع يعني انا عاطفتي مع الارض واللي بيدك ايه لكن بالسياسة الهدف الذي اراده الفلسطينيين من العملية قد تحقق تعال نفكر انا ويكشو الهدف الاسرائيلي الاسرائيلي اليوم هطت تلتة اهداف بالاصل هو والامريكي قالوا الهدف الاول انهاء حمس الهدف الثاني عدم السماح لوقف طلق نار والترحيل لا ما حكيوا بالترحيل والهدف الثالث كان عدم وقف طلق نار وانهاء حماس وبعتقد كانوا ثلاثة أهداف بس هم نتحدثوا عن موضوع نقل إلى ثانية الإسرائيلي الأمريكي حكي عدم توسيع الحرب خليميا حكي بثلاثة أهداف الأمريكي والإسرائيلي خاصة الأمريكي قال أولا إنهاء حماس ثانيا عدم السماح وقف طلق نار وثالثا عدم السماح بتمدد الحرب خليميا الأهداف الثلاثة هول اللي حطوهم الإسرائيليين تحقيقهم صعب جدا صعب جدا يعني أولا إنهاء حماس فيك تنهي غزة فيك تقتل اليوم 12 ألف بني آدم فيك تجرح 25 ألف بني آدم بس كل الدراسات وكل القراءات تقول أن البنى الأساسية العسكرية لحماس بعد من ضربة الضربة القاصمة التي تلغيها هاي أولا ثانيا كل المفاوضات لتدور في كل الكون من وعبر ومن خلال حماس بالتالي هذا إنهاء حماس متى ثانيا استعادوا عن كلمة وقف طلاق نار بكلمة جديدة اسمها هدن إنسانية وثالثا قالوا عدم انخلاط بحرب إقليمية أنا مني متأكد أنه إذا ما هو في طلاق النار قادرين نحيد لبنان عن الحرب مني متأكد لا بل أشك بقوة يعني هذا الهدف سقط قد يسقط يعني هذا الهدف آيل إلى السقوط إذا لم يتوقف النار وبالتالي ثلاثة أهداف اللي نحطوا بلشوا يتغيروا اليوم عم بيقول الإسرائيلي الهدف أولا تنظيف شمال غزة وهو هذا هدف قبل لتحقيق دفع العالم لجنوب وتعزيل الأنفاق بعد شوي ولكن هذا يتطلب وقتا طويلا وثانيا تحرير الأسرة هلأ ما في سر بيتخبى بها الدنيا هن عم بيقولوا الإسرائيلية بشكل سري أن الأسرة موجود قسم كبير منهم بمجمع الشفاء الطبي لذلك هن حطين هدف اليوم مجمع الشفاء الطبي وبالتالي إذا فاتوا على مجمع الشفاء الطبي وحرروا أسرة بيعتبروا حالا نحقق أو هدف هذا بالافتراض لأنه ما في شي بيقول أنه الأسرة هوني وبالتالي نزلت الأهداف الإسرائيلي حتى موضوع التبادل صار سيكون بالقوة صح نزلت الأهداف الإسرائيلية قلنا الهدف الفلسطيني ب7 أكتوبر تحقق الهدف الإسرائيلي نزل الهدف الكوني بلش يهز يعني كلنا أرينا اليوم بالفيجارو أن هناك عشر سفراء قد كتبوا رسالة إلى الإسرائيل ينتقدوا وسمعنا أنه 400 ديبلوماسي أمريكي انتقد سياسة بلينكين وبلينكين قال بالحرف أنه هناك تباين في الرأي في وزارة الخارجية وعمنا أرى بكل الكون شو عم يدور كيف الرأي العام الكوني عبلش يقلب لأنه كمية الدم وكمية القتل وكمية اللا إنسانية الموجودة بفلسطين عالية جدا من هنا جاء كلام موزير الخارجية الإسرائيلي أنه هناك نافذة زمنية بين أسبوعين لثلاثة أسابيع قبل أن يبدأ الضغط الدولي الثقيل على إسرائيل مش قيم كمي بشان هك قال بس أنا برأيهن الكمال الإسرائيلي شطار بشتريت الوقت يعني هو مصلحته أنه يشتري وقت وأنه يقتل الأدماء الله بيقدره يعني نحنا بشهر قتلوا 12 ألف زلمة بثلاثة أسابيع بيقتلوا 8 ألاف زلمة 8 و12 منصير بالعشرين ألف طيب أستاذ سلمان التمن البشر المدفوع هائل ومخيف ومعيب على المجتمع الدولي أن يسمح بهذا المستوى من القتل ولكن الشارع يتحرك ولكن هناك نوع من يعني فيه شي صمت فيه تهيج ربما هلأ أنا مني شايف صمت أنا شايف أنه الضغط بلش وأنا باعتبر بعكس كتار من اللي إريو مؤتمر قمة القمة العربي الإسلامي بدأ نحكى موضوع برياضنه كان لم يكن ناجح أنا برأيه كان ناجح جدا هلأ العبرة مش بالبيانة اللي طالها العبرة بدنا نشوف كيف دونه إليت التنفيذ للبيانة صحيح صحيح طيب هذه العملية مستمرة نعم وتتساعد أكثر ماذا يعني التوغل هو موضوع البري التوغل لتحقيق هدف القضاء على حماس ما بيزبط معه طيب بس التوغل يحقق تقدما ولو بطيئا طيب بديهي أنه أنت اليوم دخلك أنه كيف يعني إذا بيكون منه شيف الواحد صح إذا قال أنه قوة حماس اللي أقصى سلاح عندهم اليوم ياسين هذي البيئي سابن يعني مطورة نعم وأقوى سلاح عندهم وكلاشنكو فعمشوف مقاطين حماس عم يطلعوا شي يلابس جينز شي يلابس بونتالون عادي شي يلابس صباط عادي شي يلابس تنس شوز أنه هول عم بيوجهوا جيش إسرائيلي بديهي أن قدرة الإسرائيل على التوغل حتمية ما كان فيه ولا مجال للنقاش واضح المشكلة اليوم بتوصل على موضوع الخسائر ما هي الخسائر التي قد يسجل إسرائيلي شوف سيد سلمان ب82 اشتاحل إسرائيلي بيروت معروفة لصة ونجح نجح لأنه رحل أبو عمار بوقتها صحيح من بيروت بأقل من سنة سقطت حكومة منحن بيجن نتيجة اشتاح بيروت بسبب خسائر الجيش الإسرائيلي اللي هنا يمكن كانوا 100 110 120 اليوم الجيش الإسرائيلي وحده دفع يوم 7 أكتوبر 350 عسكري غير التوغل غير التوغل نعم يعني اليوم صرنا بال500 عسكري على الأقل بكل العملية فمش مش أنه عدم التوغل بيعطي انتصار لإسرائيل بيتوغلوا وبيقتلوا وبيسقطوا هل يعني هل إسرائيل قد تسجل على نفسه بعد انكسار الهايبي بسبعة أكتوبر أيضا لم تستطيع تحقيق أهداف الحرب ما عندها حل تاني تقبلها ما عندها حل تاني ما عندها حل تاني ما عندها قدر تحقيق أهدافها لا تستطيع تحقيق أهدافها حتى هي والولايات المتحدة الأمريكية بدهم يطوروا الأهداف وينقصوا الأهداف ويعدلوا الأهداف أنه اليوم إذا أنت بتسمعهم أنه مثلا هؤلاء الذين تحدثوا في القمة يجب أن يصمتوا حتى تبقى عروشهم أو أو جن طيب لما بيقلك اليوم أنه والله يجب أن يخرجوا شكان غزة ويهاجروا لوحدهم لأنه ما بقى فيهم أرض بغزة جن جنوا الجماعة ما عندوا جماعة طبيعيين يعني ما عند الموضوع موضوع طبيعي برغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بكل ما لديها من قوة وقدرة على الضغط على إسرائيل والضغط على الأطراف الأخرى اللي بتمونع على حزب الله مثلا لعدم الإنخراط في الحرب طيب لكن قديش بتمتلك قوة من الضغط أمريكا على هذا الطرف بالتحديد يعني على طرف حزب الله هذا موضوع بده بده بحث الدعم الأمريكي مستغل وغزال لا هلأ لا هلأ الأمريكي منه قادر المطلوب حسم يعني هناك الدفع بالتجاهة حسم هذه المعركة نجع منقول الحسم مرتبط بالأهداف أنه أنا بقول لك إذا بكرة قالوا أنه إحنا لقينا محمد ضيف وقتلناه أو لقينا يحيس نواره وقتلناه بيقولوا أنه إحنا حققنا هدفنا طيب إذا ما لقوهم شو بيعملوا مثلا طيب قالوا إحنا بدنا نحرر الأسرة إذا ما قدروا لقوا أسرة هلأ محل مهنفاته واشتاحه شو بيعملوا بيضروح على صفقة التبادل لذلك إذا بتلاحظ في مسارين مشين مع بعضهم في مسار التفاوض على الأسرة وفي مسار الغزو البر إذا الغزو البر ما عفى نتيجة هنم حكومين يروحوا على التفاوض وفاتحين القناة طب على التفاوض من نبادل بمن وكيف نبادل بكيف هلأ اليوم طلعنا مستجد جديد أنه الجياد قال أنا مني معني بالصفقة صفقة التبادل يعني كمان من أجل الظروف أفضل بما معناه بما معناه أنه هو خارج الحوار أو النقاش الدائر في قطر بين حماس وبين الإسرائيلي بوساطة قطرية أمريكية شو معناته معناته كمان مثل ما هوليك عم يتشددوا الفلسطيني منه عم يقول أنا مني عم يتشدد عم يطلع طرف فلسطيني يقول أنا أكثر تشددا من الطرف الأول الداخل الإسرائيلي يتحمل تراجع كل هذه الأهداف شوف بإسرائيل واضح لا شك بهذا الأمر على الإطلاق أن نتنياهو سقط سقوطه مرتبط بنهاية الحرب فهو مصلحته أنه طول الحرب ولكن قد يذهب للأخير قدمه الله بيقدره وذهب للأخير ما هو قد ما ذهب للأخير بنتشوف وين بتقدر تودي القصة بنفس الوقت الضغط الدولي الضغط الناس على الدول بات رهيبا أنا كنت في لقاء مع سفراء أجانب وقلت لهم أنه العادي مثلا أن الناس تتظاهر دعما لقضية الناس في الغرب تتظاهر ضد الغرب اليوم الناس في الغرب تتظاهر ضد الغرب اليوم صار فيه عودة لشي بيسموه بالإنجليزي الكوز الكوني بس هو في شارع شارع عربي من يحرك أغلبه يعني أنا مثلا لما بتطلع بمظاهرة واشنطن وبيريز ولندن حتى نقول تلت عواصم أكيد تلت عواصم اللي أكتر شي مؤيدة لإسرائيل بتلاقي أنه لا هناك ضغط لما بتقرأ استطلاع رأي بأمريكا نشروا موقع أكسيس بيقول أن 52% من الصغار مدون 32 سنة من الحزب الديمقراطي لا يؤيدوا بايدن هذا الرقم خطير نعم يعني بايدن اليوم في خطر بالانتخابات المقبلة بعد سنة طيب هو بيتحمل هذا الخطر علمان أخذ الوعد من إسرائيل لدعمه بالانتخابات إذا في 52% من الصغار ما بدون ينتخبوه ولا هنا بيشكله الأغلبية من الناخبين شو بيعمل نعم دكتور خلدون كنا عم نحكي عن جانب الدولة الضغط بالشارع وأيضا المواقف الدولية هل قد يؤدي هذا الضغط سواء بالشارع أو حتى المواقف السياسية كنا عم نحكي عن الأهداف للحقول دون تحقيق إسرائيل لأهدافها قد يؤدي إلى عدم قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها وأن توقف النار وأن يبدأ التفاوض السياسي الذي قد يساهم في يعني ما بدي أقول في تحقيق أهداف إسرائيلية ولكن في تعمل ميك أب للأهداف الإسرائيلية إنه بالآخر اللي مبدأ إذا رجيبوا بالحرب شو ممكن جيب بالسياسي بدأ نقاش يعني القمة العربية الإسلامية حكيت عن إعادة تشكيل منظمة تحرير الفلسطيني وهي المرجع والسلطة طيب هلأ اليوم عم بقرأ كنت بالشرق الأوسط أنه الرئيس الإيراني سجل اعتراضه على هذا البند وقال نحن لا نعترف بدولتين ونحن لا نعترف بمنظمة تحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني لأن الشعب الفلسطيني هو أكثر من منظمة تحرير أصبح في كل الأحوال المسار السياسي هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلول فيه موضوع تبادل الأسرة فيه موضوع إعادة تشكيل السلطات فيه موضوع إعادة بناء غزة فيه موضوع إعادة البحث بحل الدولتين أو حل عدم الدولتين أو كيف أو لاش بدون مسار سياسي هذا الضرب شغال هاي البنات نزلت هاي عم بتطلع على صور بالمسح شمال غزة مسح طيب غزة هي غزة هي المنطقة الأكثر كثافة سكانيا في العالم 430 كم مربع فيه فيه 2.300.300.350.000 بنياتا حق الإسرائيلي هدفه إلى هذه اللحظة لم يحقق إذا اقترب الإسرائيلي من تحقيق أهدافه لا سمح الله أنا بعتقد أنه حظب الله يفوت بالحال بدون تفاوض سياسي واتفاق قد تعود حماس وذكر العملية ربما أكبر وهذا هو القلق الإسرائيلي أنا سأقول لك اللي أنا بحكيه دايما بمجالسي في 1973 حصلت عملية ميونيخ اللي قام بعملية ميونيخ كانت حركة فتح واتهمها بها بوقتها أبو حسن سلامي أبو حسن سلامي كان تابعا لفتحه بال1976 صارت عملية عن تيبي اللي قتل فيه أخولها نتنياهو عملية عن تيبي عملة ودي حدد ودي حدد كان جبهة شعبية شيوعي ومسيحي اليوم العملية اللي عملوها عملوها إسلاميين قبل كان اسمهم مخربين اليوم اسمهم إرهابيين إذا بكرة خلصنا حماس خلصناها لحماس راحت ما بقى في حماس من اللي جايين؟ بدو يجي شي بدو يجي شي اللي ورد فتح الشيوعيين واللي ورد الشيوعيين الإسلاميين واللي بدو يجي الإسلاميين شي ثالث بدون حل سياسي لاإمكانية للقضاء على حماس كفكرة مش حماس كتنظيم كان في فتح جبهة شعبية حماس ما فيك تقضي على فكرة المقاومة ما لم تعطي الناس حقها وقضية الفلسطيني لم يأخذ حقها كشعب فلسطيني واليوم اليوم أنا بقلك أعاد الفلسطينيون على يد حماس على يد غير حماس قضيتهم على المسرح الدولي من مجلس الأمان لا واشنطن لا الصين هذا بدعم إيراني؟ كمان أنا بموضوع إيران بدي أقول لك شي الحماس بالألفان واثناش اتهمها حزب الله والرئيس الأسد أنها قاتلتهم في اليارموك نعم ما هيك؟ حماس منّة منّة إيرانية ولكن تتلقى دعما من إيران طيب بس حماس كمان تتلقى دعم من قطر بطلب أمريكي شو؟ بدني آش؟ حماس لما بلشت أراد الإسرائيلي أن يستخدمه بوجه أبو عمار قبل أسله وبعد أسله قدموا لهم تسلات ودعم قبل أسله وبعد أسله طيب أنه اليوم لنقول أنه ما يجري الآن أنه إيران نظمته ورتبته أنا أعتقد جازما أنه لو لم يكن هناك إيران لو وجدت دولة أخرى ماليزيا صين أندونيسيا شو عرفت؟ روسيا كانت أتت وساندت لأنه أصلا إذا بتتذكر الجابهة الشعبية اللي كنا عم نحكي عنا اللي هو جورش حبش ودي حدات كان سلاحهم ودخيرتهم من روسيا من الاتحاد السوفيتي في ذلك أصبح ما دائما إحنا منظغر الأمور ونقول أنه إيران هي وراء حماس لا إيران تمول حماس بدون أدنى شك وإيران لمونة على حماس بدون أدنى شك لكن حماس ليست إيرانية صح هل هناك مبالغة في الكلام الذي قيل أنه حماس وغير حماس وحزب الله وهذه الجابهات كلها أوراق بين عند إيران وحتى إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والأهداف هي تاني مصالح سياسية أنه سمعنا أنه بالتسعة وتسعين صار في اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على حقول غاز غزة وسمعنا أنه حقول غاز غزة بتعطي 50 إلى 70 مليار دولار احتمال سمعنا بأنه الإسرائيلي يريد فتح قناة بنجوريان للتأثير على قناة سويس سمعنا بس هيدا كله ما بيلغي قضية عمره 75 سنة هيدا مستجد في قضية عمره 75 سنة اسمها أرض محتلة شعب بأهور يمارس عليه الفصل العنصري إذا بتطلع بخريطة الضفة الغربية طيب الضفة الغربية ما في حماس على فكرة ما في إنه هده الانتفاضات اللي عم تصير بالضفة الغربية شو العلاقة بحماس؟ مقصمين أزون واحد اتنين ثلاثة وقتل وضربوا اليوم لحد هاللحظة ألفين بني آدم بالضفة الغربية فيتوا على حبوسة لهاللحظة ما بعرف كميتين قتيل صاروا يمكن بالضفة الغربية أصبح من ظغر القصة لا تزال إسرائيل تحت ردات الفعل لهلأ إسرائيل على مصلحة مطلقة أن تعطي العين الحمراء للفلسطينيين بشكل عام وأن تقول لهم هاجروا واتركوا البلد وهذا الحكي منه جديد صار قبل وعم يصير بعد يعني مثلا بالمثل والمثال صار فيه قبل هذه الحرب بعين الحلوية صار فيه معارك ما هيك؟ هذه المعارك أدت إلى خروج عدد كبير من الفلسطينيين بالبحر بشكل غير شرعي من لبنان إلى أوروبا مثلا ما طبيعي الحروب بتأدي إلى تهجير الإسرائيلي مصلحته ذلك لكن الإسرائيلي فقد قدرته على تطمين الإسرائيليين واليهود بشكل عام من أن إسرائيل هو بلد آمن وبالتالي إذا بتعمل مقارنة بتلاقي اللي خسرته إسرائيل أكبر بملايو قاص من اللي خسرته فلسطين أو الفلسطينيين بهذه الحرب بالمعنى استراتيجي ليس بالمعنى التكتيكي نعم تحدثت دكتور خلدون الشريف عن حضور يعني هذه القضية مجددا أمميا وحتى بالقمة قمة الرياض نعم وأشرت بمقالة حضرتك بشيء من الإيجابية إلى مصادر عن قمة الرياض نعم في حين أنه البعض اعتبرها كباقي القمم كانت استثنائية ولجانب كلام ولي العهد السعودي بالإدانة والتأكيد وموضوع الحل السياسي ولكن دائما تصدر هذه المقررات ولا تنفيذ اللي عم تتفضل فيه نحنا أول شيء أنا مني صغير يعني أنا عشت كل القمة معارفة وبتذكر يعني كل القمم التي مرأت ولم ولم أشهد أي قمة لم تشهد مصالحة عربية عربية أنا ما كتير واعي بس بتذكر يوم لماذا جمل عبد الناصر قبل كان بقمة عربية كان عم يصالح الملك حسين أو عمر مثلا قبل ما يتوفى بالسبع والقمم البيئية كل مرة نشوف مثلا كان الرئيس صدام حسين الله يرحمه يتخانق هو والملك فهد أو الملك عبد الله أو عزة إبراهيم المعمر قزافي كان يقوم ينطفض هذه كل مرة القمم العربية ما هي العلامات الفارقة في هذه القمة أولا هي أول قمة عربية إسليمية تعقد بالمطلق لم تعقد قمة مشتركة عربية إسليمية إلا اليوم بحضور الإيران واح ما بس الإيران إيران دولة هذه القمة عقدت بحضور الإيران في السعودية هذه القمة عقدت في السعودية نعم يعني في بلد عربي نعم ثلاثة هذه القمة حضرة من يمتلك قدرات هائلة على المستوى الإسلامي من أندونيسيا لماليزيا لتركيا لإيران نعم نعم باكستان وبإنجلادي شو اللي بدك وهذه القمة حضروا العرب هذه القمة ثبتت سبع نوقات النقطة الأولى طبعا أنا عم بوحق هلأ على الورق بس بعدين بنحكي بالتنفيذ ثبتت المقاررات الدولية من 2-42 لمبارح واحد اثنين قالت بالوقوف إلى جانب مصر من أجل فتح معبر رفح وتأمين ما يجب تأمين طالبت وقف طلاق نار ما طالبت بهدن طالبت وقف طلاق نار كان المطلوب حسم ما بيقدروا يحسموا حبيبي يا أستاذ سلمان كيف تستطيع دول كهذه أن تحسم ما بتقدر تحسم إلا على الأرض حدا نجاهز يبعد جيشه ويقاتل طيب بينات هذه الدول هناك دول طبعت مع إسرائيل أنتو أنت بتجي اليوم طلغي التطبيق مع إسرائيل أنا بتمنى بس أنه منه هيك ما بتصير هيك في دول مرتبطة بشكل عضوي بولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية هي تدير هذه المعركة السياسية بالمطلق بالمطلق في حدا نجي إلا لأمريكا أنه أنا لا ما بدي وبيدي واجك صار أنه مبارح كان الرئيس الأندونيسي عند الرئيس بايدن وخرج إليه وقدم له هذه المذكرة العبرة اليوم هل تستطيع الرياض بما تمتلك من أوراق قوة بعد هذه القمة أن تلعب دورا أكثر تقدما على المستوى العربي هذا بده يتبلور هلأ العربي والدولة نحن اليوم نحن اليوم في دولتان متضررتان مما يجري بفلسطين بشكل مباشر هنه ثلاث دول إذا شلنا لبنان عجنب هلأ الدولة الأولى هي مصر لأنه الإسرائيلي يتمنى أن يدفع فلسطينية غزة إلى سيناء والأردن والضف الغربية يتمنى أن يدفعوه للضف الشرقي إلى الأردن وهو للدولتان قادرين بمؤاذر عربية إسلامية أن يتصدوا للمشروع الإسرائيلي الحقيقي اللي هو تهجير الفلسطينيين وتنظيف فلسطين واضح كان الكلام الرفض والخط الأحمر ممنوع هيدا الحكي اليوم صار فيه خطوط حمر اليوم وزير الخارجية الأردني بيقول حتى لن نوافق على أن يقام هناك قوة عربية مشتركة للدخول إلى غزة معناته العرب فهمانين كتير منيح لوين بني يرمي الإسرائيلي وعم يلعبهم معهم لعبة السياسية إلى أقصى حد هل يستطيعون لعبة لعبة العسكرية أنا كنت بتمنى لكن ما هي عقبات أو ما الذي يعيق تنفيذ بعض البنود من هذه المقررة يعني موضوع المساعدات موضوع الأسرة مفروض ما في شي بعيق بس بنرجع من عيد الإسرائيلي يريد تحقيق هدف ما يطلع يقول أنا حقات هدف يوم إذا وقفت العرب اليوم ما يقول الإسرائيلي شو عملت فعليا شو عمل دمر غزة وغيره ما عمل شي إلى هذه اللحظة اللي أنا عاد أنا وياك بستوديو لم يحقق الإسرائيلي أي هدف من أهدافي ولكن حتى إسرائيل ما شعرت بهذه الخشي من هذا الاجتماع العربي الإسلامي الكبير أنه قد يصدر قرارات ما في بالسياسة أنت بتصلي بالموقف يعني نحنا وين كنا قبل القمة هاي وين صرنا بعده نحنا قبل 7 أكتوبر كان الحكي بالمنطقة كلها بإمه وأبوه أن هناك تطبيع آتن مع المملكة العربية السعودية وأن العرب كلهم الموضوع وفلسطين يحنطوي صفحته حتى قيل وقته من أهداف 7 أكتوبر أنه ضرب موضوع الانفتاح والتطبيع إذا بده يعني إذا بده بس إنه خلينا نقول ما يلي اليوم هيدا الأمر سهل التحقق كما كان عليه قبل 7 أكتوبر جواب قطعا لا بعد القمة العربية الإسلامية اللي صارت بالمقررات الدول الـ 57 اللي مضت مع تحفظ إيران وتحفظ تونس وتحفظ العراق طيب يعني فيه 54 دول التزموا بالبنود كلها بيقدروا يروحوا بكرة الصباح يطبعوا مع إسرائيل بسهولة جواب لا بدك تنفذ لي البنود اللي تتفق عليها 57 دولة لحتى نروح نحكي نحن وياك إذا ما نفستهم ما في حكي نحن وياك نظريا فبالتالي هناك مادة يبنى عليها في قمة الرياض بالسياسة وهناك مادة يبنى عليها للمقارعة مع الغرب الداعم لإسرائيل إذا أحسن العرب الأداء وبتنسيق مع الغرب مطلوب جهة دولة بالآخر أنت بالآخر ما جهة الدولة الغرب لما قرر يدعم إسرائيل ما سألك رأيك جزر وتأتل وتذبح الناس هي اللي عم تغلط وكرمال إسرائيل عم يرجعوا لأورا دكتور خالدون كنا عم نحكي عن موضوع قمة الرياضة بدأ من خلال بعض مقررات القمة اللي جال بموضوع أطلاق النار والأسرة والجنائية الدولية وغيرها وكان الحديث يعني لما بعد انتهاء هذه الحرب لأنه كان في كلام عن موضوع إدارة قطاع غزة موضوع السلطة الفلسطينية موضوع الأعمار موضوع الأموال يعني وكانه الانتظار ما بعد انتهاء الحرب أولي وقف طلاق النار والشروع بالمفاوضات السياسية صحيح بديهي أنه هن اليوم عم بيجوا يقولوا يجب العودة إلى مبادرة بيروت العربية 2002 التي تقتضي بحل الدولتين اللي طلعت ببيروت من الأمير عبدالله لما كنا هون نعم وأنه العودة إليها والمقرارات الدولية والتفكير بموضوع إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وهي الممثل الشرعي وإعادة عمار غزة يعني ما في شي خارج السياق قطعا بعد الحرب إذا الحرب ما خلصت بكرة بدا تخلاص بعد بكرة وكان يعني الحرب ماشي لحيء من هلا لا تخلص الحرب نشوف شو ما نعمل إي بس إني عم يطالب وقف طلاق نار بنفس الوقت إن عم يطالب وقف طلاق نار هل يستطيعوا تحقيق وقف طلاق نار إلى هذه اللحظة لا بس إنه أول على آخر ما ممكن تضلل الحرب أكتر حتى لو دميرة غزة عن بكرة أبيها وبالآخر في ناس وفي أرض وفي بشر وفي قضية وهذه القضية باتت أعنف وأشد وأشد صلابة على المستوى الكوني وأنا بعتقد مثل ما قال لي صديق معه حق قال لي رجعنا لمرحلة ما قبل 1973 1973 يعني حرب العبور تم حرب العبور الآن من خلال ما جرى على مستوى 7 أكتوبر نعم موضوع إدارة القطاع بانتظار أو أنه يتزامن محل السياسي الشامل أو لا قد يكون هناك إدارة في دور لحماز بالآخر في دور لحماز شوف بقيت أو ما بقيت في دور شوف حزب الله لما لما قوي بلبنان قوي عدو تولى إذا بدك متابعة البلد لكنه لم يدخل مباشرة في إدارتها هو من وراء بس هو منه جزء من تكوين السلطان أما رسلنا الحدود البحرية مع إسرائيل وين كان دور حزب الله ما كان موجود اللي مضى هو رئيس الحكومة من رسم الحدود أساسا حزب الله بس بين اللي مضى من تولى في التفاوض مدير عام الأمن العام مع هوكشتاين قيادة الجيش مع هوكشتاين رئيس الجمهورية كان بقتل عماد ميشيل عون مع الأمريكان وتمت ومنبعت على المجلس الأمن هل كان حزب الله جزء من التوقيع لا بس هو كان وراء ومتابع بدون حزب الله ما كان مضى الترسين أنا أظن أن المرحلة المقبلة ستشهد في فلسطين شيء يشبه هذا الشيء بالنسبة لحماس حماس هي تعرف أنها لن تستطيع أن تكون في مقدمة السلطة لكن من المستحيل أن تكون خارج السلطة يعني خارج الحضور السلطة مستحيل المعركة وطبيعة المعركة ونتائج المعركة ستفرض أن تكون حماس موجودة كفصيل سياسي أساسي بجزء من السلطة التي ستتكون بفلسطين هل الدولتين هل لا يزال قابل للعايش والله مثل ما مشي الإسرائيلي عمل الفلسطين جبني جريار يعني مخرأة خريق ما ممكن شوف أين الأراضي يعني بالآخر أراضي بدكيها للدولة إذا الإسرائيلي بده يضلي يظن أنه قادر على قدم وتهجير وقتل الشعب الفلسطيني سنة ورا سنة عم يتضح له أنه يفشل وسنة ورا سنة عم يكتشف أن هو هيبته عم يفقده مش قدام الفلسطيني قدام الإسرائيلي نفسه نعم وكل حكي حكي الإسرائيلي بمستوطنات غلاف غزة ومستوطنات شمال إسرائيل يعني جنوب لبنان واضح أنه صار العودة تبعيتهم خطرة جدا وصاروا بيعتبروا أنهن لم يعودوا في مكان آمن وهم يعتبروا أنهم أمنوا على نفسهم بجيش هو الأقوى في المنطقة وحاضر ناظر طلع هذا الجيش بأربع ساعات كان راحل و350 عسكري وفارط لواء غزة بمقاب فإذن الإسرائيلي هنا في محلان يألا بيكابر وبتخلص إسرائيل يألا ربما ما بيكابر وبيعمل اتفاق ما بعرف إذا يكون عمره ومنشوف شو بيصير وراء وإسرائيل رغم كل ما قامت بهم من حروب ذكرت بالبداية هي بلد آمن بلد الاستثمار تبين أنه لن تحصل على هذا الأمن والاستقرار من خلال الحروب وواضح اليوم إذا تطلع أستاذ سلمان حتى بالمظاهرات هناك مظاهرات يهودية ضد إسرائيل وهذا شي جديد يعني الكل تذكروا يفاتوا على الكونجرس وعلى المجلس النواب الأمريكي في واشنطن كانوا تبعون السيسفاير كانوا يهود أصبح اليهود الأول لم يعودوا مقتنعين أن أرض المعاد لهم هي إسرائيل التي تعرضهم دائما للقتل بالحديث عن جبهة الجنوبية الجبهة الشمالية جبهة جنوب لبنان في حال مثل ما كنا عم نحكي عن الأهداف لم يستطع نتنياهو تحقيق كل الأهداف قد يذهب إلى فتح جبهة أيضا للذهاب للآخر بهذه القوة وتحديدا على جنوب لبنان نتنياهو يتمنى أن يفتح حربا على حزب الله يتمنى ويرجو ويسعى لفتح حرب من أجل ماذا؟ من أجل أول شيء نتنياهو رجل معروف أنه وحش سياسي يعني يسموه بالفرنسي وانيمال بوليتيك واحد اثنين هو يدرك أن مستقبله السياسي بات خلفه وبالتالي يجب أن يشتري كل يوم بيوم لكن هناك ضبط أمريكي لإقاع نتنياهو لعدم الانخراط في حرب لأن هذه الحرب قد تورّت الولاد المتحدة الأمريكية في المنطقة بشكل أكبر من جهة وقد تفقد نفوز الولاد المتحدة الأمريكية في المنطقة لأن هناك من يتربص بالولاد المتحدة الأمريكية وهناك سعي من قبل دول المنطقة على فتح علاقات مع الشرق الكل شايف أنه السعودية والإمارات وعومان وكله عاد ترميم علقته مع إيران عاد تشكيل علاقته مع الصين عمل علاقة مميزة مع روسيا ما عاد دول الخليج والدول العربية من مصر للأردن وباكستان وأندونيسيا ما عادوا يعتبروا أن أمريكا هي المرجع اللي يجب أن نتمسك به صاروا عميقوا وسعوا علاقاتهم مالتي بولاريتي ما عاد في قطب صار فيه تعدد أقدام الهند بتاخد النفط من روسيا بتكرره وتبيعه لأوروبا أكبر مستورد للنفط السعودي هو الصين بملايين البرميل بوقت لأمريكا بتاخد 300 ألف برميل فإذا اليوم هذا التوازن إذا دخل نتنياهو بحرب واسعة ستفقد أمريكا زمان من مبادرة في المنطقة وقد تخسر الكثير لذلك أمريكا تعمل على ضبط نتنياهو خلصنا من نتنياهو نجي على حزب الله الأولوية عند الولايات المتحدة منع توسيع رقعة الحرب وتحديداً باتجاه لبنان ما في حرب تانية غير لبنان يعني أنه إيران بدأت فوت بحرب أنا بشك بشك فإذا الحرب تتوسع باتجاه لبنان طيب فإذا هذا موضوع بالجبهة نتنياهو بعتقد أنه هو يتمنى ولكن هناك من يردعه بجبهة لبنانية أنا وكتبت هذا الحكي وأنت حضرتك إريته أكيد أنا بعتبر أنه الحزب الله عمل حساب كثير منيح لعدم رغبة اللبنانيين بالانخراط بحرب وهذه عدم الرغبة مش من فريق معين بما فيها بيئة الحاضنة لا يريد أحد في لبنان أن ينخرت في حرب بعد كل هذه الأزمات التي أشناها والخسارات التي خسرناها من تموز 2006 ما عم بحكي خسارات بالمعنى المعنوي بالمعنى الحقيقي من تموز 2006 لانهيار ل2015 طلعت ريحتكم ل2019 انهيارنا وراحت مصرياتنا بالبنوجة وانهيار الدولة طيب لكن هون هذا تكتيك طيب الاخر الهدف للحرب شو هو؟ هاوصل لك حزب الله عنده استراتيجيا هذه استراتيجيا هي أنه يمتلك علما يدافع عنه هو اسمه علم فلسطين مثل إيران إيران عنده علمين عنده علم اسمه النووي الإيراني هيدا وطني إيراني وعنده علم أقليمي اسمه فلسطين لما عمل الإمام الخميني يوم الإدس من 79 طيب إذا خسرت حماس والجهاد بفلسطين لم يعد هذا العلم بين يدي لا إيران ولا حزب الله لذلك سيد حسن كان واضح ما قال ممنوع حماس تخسر قال يجب على حماس أن تفوز في الحرب طيب خلينا نقول إذا شعر حزب الله أن حماس باتت بوضع حماس مش غزة حماس نعم باتت في وضع خطير للغاية وباتت آيلة للسقوط هل يبقى متكتف الإيدان؟ أكيد لا وهل الدخول في الحرب ينقذ حماس من السقوط؟ أي طبعا كيف؟ لأنه أنا برأيي أنه إذا فتحت الحرب الإقليمية لبنان بده يتدمر عن بكرة أبوه نحن عم نحكي بعقل مش أنه أنا ما عم برر حماس عم نحكي بالوقت يمكن عشرات ألف الصواريخ تنقذى تنقذى تماما أنت بتقدر تضرب من أقصى من أول إسرائيل لأخر إسرائيل ما يؤدي إلى أدية غير قابلة للترميم أصلا هلأ الأدية التي تسببت بها حماس ب7 أكتوبر غير قابلة للترميم إذا فات حزب الله صارت إسرائيل كلها غير قابلة للترميم وهذا ما لا يريده الغرب لأنه غير محسوب وحزب الله يقدر ويحسب على البكلة إذا بدك كل خطوة بيقدمها ولكن مؤخرا يعني ماذا لو حصل تمادة في هذه المناوشات وتخطط حدود الرد إذا بدنا نقول أمام هذا الواقع على الجميع من لا يريد التصعيد في المنطقة أن يسعد إلى هدنة إنسانية طويلة وإلى حوار سياسي هذا السبيب الوحيد يعني البيئة كله هو كله عم نفترض افتراضات بس إذا اليوم 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 أرر وقفة الأخنار وبدأ التفاوض ما بيعطي مبرر للحارب تخلص لأنه صار في حادثين كان ممكن يجروا لحرب وما جروا قتل الجدة مع أولاد أحفاب بتاية نعم وما حصل يوم الأحد من حزب الله باتجاه إسرائيل مستوطن مستوطن يقال أنهم قتلوا ولكن عم نرؤونوا واحد واحد من نمسحة أنه كان فيه عزر للطرفين بإشعال حرب كاملة لكن ذلك لم يتم بسبب الحسابات الضقيقة المطلوب بقاء هذا الضغط العربي والدولة طبعا المطلوب أن يعمل العرب والمسلمين والأجانب والغرب والشرق على وقف إطلاق النار بدون تردد لعدم الانزلاق إلى حرب إقليمية أول شيء نحن قلنا مصلحة للبنانيين لأنه ما قلنا مصلحة يدمر بلدنا اللي فينا بيكفينا وثانيا الملطقة كلها قلنا مصلحة بهذا الإطار اللي حكيت الدكتور خلدوني الشريف كتبت أيضا أنه لماذا المطلوب دائما من لبنان تقديم المزيد من التضحيات بكل الحروب بغير الحروب يلي دفع كتير عن قضية وغير قضية أنا قلت لي ماذا مطلوب من لبنان قلت لبنان قدم ما لم يقدمه أحد قط إلا الفلسطيني أوكي يعني اللي قدمه لبنان أنا بقول للفلسطيني أكثر شيء قدمه لعضيتهم نمبر تو رقم اثنين هو لبنان طيب بالمقابل ما شفت حدا عمل اللي نحن عملنا بهالمعنى نحن قدينا قسطنا إلى العلاء ولكن الحرب ليست قرارا ملكنا وحدنا وليست قرارا ملك حزب الله هي قرار فيه يكون حزب الله مسؤول عنه وفيه يكون الإسرائيلي مسؤول عنه يعني إذا الإسرائيلي بلش بحرب على لبنان بيكون لحول أولا قوات ألا بالله نحن عندها أنا كمواطن ما فيني كل أكون بمواجهة إسرائيل واضح هذا الموقف كل اللبنانيين خلال هيدا هو ولكن قال الكلام نأمل أن لا يستدرج ما بس نأمل أن لا يستدرج نأمل أن يتم هناك حساب مصلحة اللبنانيين لأنهم بوحدتهم ووجود بلدهم قادرين على مقارعة إسرائيل بعد شوي حتى لم يكن بالسلاح فبمليون طريق أو وسلم دكتور خلدون نبقى على الحدود اللبنانية الجنوبية الأمين عام لحزب الله بخطابه الأخير العين على الميدان وبالتالي إلى جانب موضوع ما حكيت عنه دكتور خلدون موضوع الموقف الغربي واسع الميدان في كلمة أيضا في هذا الإطار والميدان هو غزة نفسها بزر تعرضت حماس لضغوط هائلة وكادت تبلغ حد الاختناق هذا الميدان الذي يستدعي تدخل أنا هكفمت على القليل أنا هكفمت من كلام السيد حسن نعم فهمت أنه هو الكلام للميدان هذا من هذه الناحية من ناحية ثانية الميدان بمعنى لبنان إذا إذا تمادى الإسرائيلي في التعرض لللبنانيين والمدنيين والبنى التحتية وإلى آخر أيضا هذا ميدان في عنا ميدانين هو قال قبل في ميدانين في ميدان غزة وميدان لبنان ولكن الكلام المتبادل بين حزب الله وإسرائيل أنه في حال أنتم أقدمتم نحن بدنا نرد وإثنان بيقولوا نفس الشي نفس الكلام بس أنا بفترض دائما أن حزب الله لن يسمح بإنهيار حماس بعقلي الباطني هون بيقول أن حزب الله لن يسمح بإنهيار حماس بس ولذلك وقف طلاق النار اليوم هو الأساس هو المطلوب طبعا وبتحكي أنت هو حماس بتشوف بذل أنت وياها تطلع الأسرى الفلسطينيين من السجون تعيد تشكيل سلطة فلسطينية كيف ما بعرف كيف تعمل انتخابات لتلاقي صيغة أول شي هو القرار لدى حزب الله وحركة حماس هيك صاروا اثنين يعني أين إيران أين بقيت القوة أين القرار في حال تنفذ يعني مين بقيت القوة إيران واضح أنه لما أجل وزير عبدالهيان لهون حكي شي ما نفذوا من أول أسبوع قال هي مسألة ساعات صلنا الوقت ينفذ من أول يومان صحيح وكل ما نرى بيعمل تصريح الإيراني مثل ما بيبين علينا أن حساباته ليست كحسابات الفلسطينيين وحزب الله بمعنى أن الإيراني يحسب تماما أنه لا يريد تعريض إيران لأخطاء ولدينا الدليل الدليل هو يوم اللي أقدمت أمريكا ترامب على اغتيال قائد فلاق القدس أسم سليماني اسمعنا ترامب قال أنه وصلتنا رسائل إيرانية قبل ما يضربوا وصلتنا رسائل إيرانية تقول أننا محكمون بالرد لكننا سنرد بصواريخ دقيقة ولكن هذه الصواريخ لن تصيب أهدافا بشرية ما أجرد إيراني يعني ما أحد أن قال عميك زيب ترامب واللي شفناه بوقت أنه ضربوا قاعدة اسمعين عرب وسمعنا وقرأنا أنه أصيب عشرات الجنود بارتجاجات دماغية ما برشون ما بتحاول تقول عم حاول أنه إيران حسابات حسابات دولة تريد الحفاظ على مكتسباتها وعلى دولتها وعلى مؤسساتها ومضحي ببلد هلأ أو مضحي بحركة أنا ما بعرف إيران شو حساباتها بس بعرف أن ما جرى في غزة أنا بوافق أن القرار كان قرارا حماسيا يعني من حماس برأيي الدعم جوية من إيران بس القرار كان قرار من حماس هلأ بلبنان انخراط لبنان بالحرب وارد ولا من وارد وارد لحسابات حزب الله حماس وكمان بقلبه في احتساب لمصالح إيران مش أنه هنه يعني حيكبوا مصالح إيران وما يحسبوها والآخرين والإيراني أكيد عنده موني على الحزب بس كمان إيران ما ألا مصلحة كدولة أن يدمر ذراع على الفلسطيني سواء كان اسمه حماس أو الجهاد هون هي هون المعادلة أعود فأقول الحل هو وقف اطلاق النار نعم بموضوع الداخل اللبناني شوفي بالداخل اللبناني في عنا ثلاث شغلات دكرت أنه البلد لوين وصيل نعم الآن نحن في ظل هذه المرحلة بالغة الخطورة أوكي ندخل في مناوشات سياسية ونقاشات بموضوع الجيش والكلام اليوم عن مؤسسة الجيش هذه المؤسسة الضامنة والموجودة بجنوب والمطلوب كان انتشار الجيش بجنوب وتنفيذ القرار 1701 نحن عم نبحث عن شغور بالمؤسسة العسكري هلا أنا ما بعتقد أنه حسير فيه شغور كيف ما بعتقد بعتقد بلاقوا حلة يعني متل ما لقوا حلة وقت حاكم مصرف لبنان إذا بتتذكر كان الرئيس بري عم يقول أنا لا يمكن أن أوافق أن يعين حاكم مصرف لبنان شيعي ولا يمكن وكذا وبعد شوية إجا وسيم منصوري وصار حاكم أوكي لما وصلنا على لواء أباس إبراهيم اليوم كتعم بسمع تصريح دولة رئيس مئاتي ونفس التصريح اللي عم بوقت لواء أباس إبراهيم تقريبا نحن نريد أن يأتي القرار بالإجماع لا نريد أن يأتي القرار بالفرض وكذا وإلى آخر نفس الكلام وبالنهاية ما تمدد له اللواء أباس إبراهيم طيب اليوم في فريق سياسي ما بدو التمديد للقائد الجيش أنا شخصيا مع التمديد صراحة مع تأجيل التسريح ست شهور سن اللي هي لأنه أثبت قائد الجيش أنه أدار هذه المؤسسة بحرفية وروقية واحترام وإلى آخر لكن الموضوع منه عندي مثل منه بيّن علي الموضوع حتى إذا قرر مجلس الوزراء التمديد لقائد الجيش بحاجة لمرسوم والمرسوم بحاجة لتوقيع الوزير المختص يلي هو محضر ولن يحضر ولن يوقع وبالتالي عندك عقبة هذي بيقل بمجلس الوزراء بمجلس نواب الرئيس بري باستقبال ومبارح لكتلة القوات كان واضح قال لهم أنا بطول بالي لآخر الشهر آخر الشهر إذا ما تم الحل بمجلس الوزراء أدعو إلى جلسة تشريعية مع أنه قال لهم فيكم تشتغلوا بمجلس الوزراء ماشي أدعو قوات منهم بمجلس الوزراء يعني منهم موجودة قال لهم أدعو إلى جلسة تشريعية أول بند على المعجل المكرر بيكون مقترح القوات للتمديد لتأجيل تسريع قائد الجيش عن نحكي عن جلسة تشريع جلسة تشريع المطلوب من القوات والكتائب والاشتراكي وكل القوى يلي كانت عم تقول أن نروح على التشريع بدأت تحضر تروح على التشريع مظبوط بدأت تروح على التشريع تمشي على 10 بنود 15 بند 20 بند بديوهم دولة رئيس بري وبعدين بنبحث البند المتعلق بتأجيل التسريع في حال قالوا بدنا بند واحد لنروح نشريع ما حينشي الحال هلأ أنا على الأقل اللي إجعى ديني مبارح هيدا هو ما أبد بالتالي أنا شايفة معقدة القصة كثيرا والكل يمارس كل ألعاب الخفة للتنصل يعني كتابة معلوزة لليوم هلأ أنه أنا لا مطلعت من الجلسة أنا جيت مأخر عادي مكتب للنصاب أنا تلفل الأمين العام قال لي لأ مكتب للنصاب كنت أنا على البيب حكي حكي يعني منه صراحة بها الوقت منه حكي مسؤول بهال مرحلة منه حكي مسؤول بس هيدا الله و هيدا حكمته شو منعمل مكفين كأنه ما في شي هيدا الله و هيدا حكمته شو بعمل أنا مين في أعمل شو عمل لك أنا اليوم استمعت بدقة لكل ما أدل به أصحاب المعالي الوزراء ما في ما لقيت الحقيقة لقيت تصريح وازن هو تصريح الوزير ناصر ياسين حصلة وازن كتصريح وازن طيب ذكرت أنه مش هيكون في فراغ بقيامة ما ممكن يصير في فراغ ما صار في فراغ نفس الحكي نحل خلص الوقت نفس الحكي عم نعمل كوبي بيست لما راح رياض سلامة مع أنه كيف بده يصير وما معقولة والموارن ما بيقبله وبيصير ورجع الرئيس بدي قال أنا ولا ممكن يقبل أن يكون شيئ حاكم مصرف الدنان صيغة دستورية القانونية الأكبر سنن أو أو ربطان أنا 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 باعتبر أنه هناك ألف صيغة إذا ما بدون يمديدون قائد الجيش وأنا برجع بلك أنا مع التمديد وتعجيل التسريح صح في الصيغة الأولى الضابط الأعلى رتبطان نعم في صيغة تانية رئيس أركان إذا تم تعيين رئيس أركان هلا ما فيه رئيس أركان فيه يمكن يتعين ما ما أنت عندك جلسة تانين شو على بنده إذا الرئيس ميقاتي عم يقول نحن لا ينعين إلا بالتوافق أصبح في شيء يتم على التوافق لهو يمكن المجلس العسكري ورئيس الأركان وفي شيء يمكن ما يتم على التوافق هو تأجيل تسريح قائد الجيش عندها بيجي المجلس العسكري ورئيس الأركان بيشوفوا بلاقي وصيغة ما بيركبوا إذا ما تمدد لقائد الجيش وأنا أعود وأكرر أتمنى أن يحصل هناك تأجيل لتسريح الكلام الذي قاله البطريارك الراعي أنه من المعيب الكلام الحديث عن إسقاط قائد الجيش والكلام اليوم إذا ما نحكي بالموضوع الطائفة رئيس الجمهورية ماروني حاكم مصرف لبنان ماروني وهلأ قائد الجيش ثلاثة مراكز أساسية بالبلد رحت لناس تانية لا ما رحت لناس تانية هذا الحك العامل لا لا كما نحكي عدل رئيس مدير عام الأمن العام اليوم ماروني حاكم مصرف لبنان متوافق جشيعي رئيس جمهورية لم يتفق المسيحيين على رئيس جمهورية لا يطلعوا فيه يعني كمان ما في الواحد قائد الجيش أو من يتولى قائد الجيش يجب أن يكون إما مارونيا إما مسيحي ما مطروح حدا غير مسيحي لليوم فبدنا نشوف هلأ أساس سلمان هذا كله حكي لا يؤدم ولا يؤخر لأنه البلد كله مالعون أبو أبو من ستين إرني ما هل عمله دو اليوم الأصل أن نعرف أين وكيف سيبدأ النقاش السياسي المعمق بعد جلاء الغبار عن ما يجري في حرب غزة هل حرب غزة ستطال شضاياها كل لبنان ولا ستبقى محصورة في البيئة اللي هلأي بين الثلاثة والأربعين كيلومتر إسه اليوم نحن نعيش في مرحلة خطيرة جدا 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 على الوجود تبع بلد اسمه لبنان طيب في هذه المرحلة كيف يمكن لبلد بهذا الواقع التحصين دي داخلي يعني أنه ما بيتحصن ما بيتحصن الانقسام بلبنان واضح يعني لما جبران بيسيل قال أنا عندي مبادرة بيدروح شوف القوى السياسية المعارضة ما قبل تستقبله مثلا يعني أنت اليوم مين اللي قادر يكون يروح يشوف الكل ويتفق هويهم ما هو موجود في محاولات يعني مبارح النائب تيمور جنبلاط بحل عند الوزير باسيل وقبل الوزير باسيل كان عنده جولة بس خليني يقول لك الكتائب أيضا كان عندهم جولات بس الكتائب اليوم الجولات واللقاء التابعون هن ينخرطوا في جو عدم سماح بفراغ في خط الجيش صحيح هو كويس أنا مية بالمية معهم الفكرة من هنا هون الفكرة أنه قبل رئيسة الجمهورية التقى الوزير ولي جنبلاط والأستاذ تيمور جنبلاط مع جبران باسيل بيار بيار الظاهر قبل رأس سنة يعني بـ 22 ما بـ 23 أصبح ما فينا نقول له هذا مستجد لقاء جبران باسيل وتيمور جنبلاط ما أنه مستجد المستجد يمكن بحثوا ما بعرف ما بعرف إذا بحثوا برئيس الأركان أو لا بحثوا قيلة الجيش أو لا ما بعرف بس أنه في مكان ما بعد الناس في لبنان وقف على خيلة بعده لكل ناطر ماذا ستنتج أحداث غزة هل ستؤدي إلى حرب في لبنان أو لا هذه الحرب إذا حصلت في لبنان ما هي نتائجة هون ناس عم بفكروا السياسيين عم بفكروا الموضوع يا أستاذ لو بدأ تشتي غيمة أنه لمبارح إحنا بعدنا عم نحكي باليوروبوند وبلش تطلع الفضائح كيف ما نتسكر اليوروبوند لما أرروا ما يسكروا ما يدفعوا لليوروبوند شو صاروا عم يطلعوا المحاضر وبدو يبين وراء شوي وراء شوي نشر العروضة نشر العراض مبارح بعدنا الأهل عم نتجادل بموضوع شركة البريد اللي بدو يأخذ الساقة مع سجام وهيدا لا وهيدا آه ورئيس الشراء العام ورئيس مجل يعني نحن وان والكون وان الله يساعد الناس على قياداتها والله يساعد الناس على من يتولز إمام أمورها بالسلطة وبالحكم لأنهم لا يربقون بهؤلاء الناس ولا يقونون لهم وزنا والتعنى أبو أبو الناس وإن شاء الله ما بتصير حربة لتعنى أبوهم حتى ما يلتعنى أبو أبوهم أكثر الموقف المبدأ إلى الطيار الوطن الحر يلي هو برافض التمديد لكل مش بس لقائد الجيش يعني منهم بالمناصب اليوم خلفيته سياسية رئاسية لقائد الجيش أنه إذا بالعالو المنطقة بالعالو المنطقة اليوم حط فيدته الوزير بيسيل من أول لحظة على مرشحين حط فيدته على الوزير الفرنجية وحط فيدته على قائد الجيش طيب قائد الجيش فرصته بتكون أعلى إذا كان بالقيادة فإذا خرجه من القيادة تخف الفرصة كثيرا ما هيك تعطع هو الوزير الفرنجية بهالجزئية على عدم التمديد لقائد الجيش من بينه وقالوه أعلنوه يعني لما كان الوزير بيسيل بزيارة الوزير الفرنجية صحيح طيب إذا طلع قائد الجيش من الصباق بيسير الصباق بين الوزير الفرنجية وحدا تالت ما منعرفوه مصبوط نعم يعني عمليا بيكون بالإلميناسيوم مثل ما بيقولوا الوزير الفرنجية زيح خصم والوزير بيسيل زيح خصم شوفيني قراها غير ماذا عن موقف حزب الله والرئيس بره بموضوع التمديد وعدم التمديد إذا بدنا نقول في هدى التحالف شو كان موقف حزب الله والرئيس بره بالتمديد للواء إبراهيم لواء إبراهيم بمقابلته بيقول أنه اللي يعني بيلوم بوقتها بالتحديد الرئيس ميقاتي طبعا لأنه ما بدوا يلوم الرئيس بره لأنه الثناء الشيعي بدوا يضل يراعي بس هل كان موقف حزب الله والرئيس بره تمسكوا بالتمديد لمدير عام الأمن العام جواب لا ما تمسكوا هلأ بشو عدو بنحكي بعدين بس ما تمسكوا طيب اليوم في فريق رافض التمديد للقائد الجيش وهذا الفريق ممثل بالحكومة صح؟ طيار وطل ممثل بالحكومة نعم يعني الكتاب والقوات منهم ممثلين بالحكومة هذا الفريق ممثل بالحكومة فإذا هذا الفريق حزب الله ولا يمكن أنا تقديري وأنا مقتنع به أن حزب الله لن يتخلى عن جبران بيسيل بهذه المرحلة أطلاقا 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 بيرعيله موقفه بيرعيله موقفه هلأ ما بيقل الموقف اليوم بيقول أنا ما خصني نعم جبران ما بدو نعم لو ما كان حضور الرئيس ميقاتي بقمة الرياض يمكن كان لبنان مع أنه في جبهة والكلام عن عدم توسع الجبهة إلى جنوب لبنان وكأنه كان غائب لا بالحقيقة هو حضر حضر قبل يعني الرئيس ميقاتي زار قبل الحرب شوي زار الإمارات بعدين زار الأردن ومصر لا ما عم بحكي عن رئيس ميقاتي عم بحكي لو ما حضر الرئيس ميقاتي وكأنه لبنان مش موجود باحتمامات القمة يعني الأولوية الحقيقة لا لبنان ولا غير لبنان الأولوية كانت لغزة بطبيعة الحال ولبنان شارك في القمة من موقعه العربي والإسلامي نعم أكتر من هيك شو ناطر يعني شو ناطرين يعني أكتر سألت هذا سؤال لقول أنه لبنان اليوم بوضعه من سنتين قبل لهلأ كأنه معزول يعني علاقاته مع الدول العربية في ضوء ما كان يجري سابقا وحتى بالمجتمع الدولي في ضوء المواقف اللي طلعت من لبنان بتجاه الدول العربية كانوا في عزلة ومتروك شوف إلى الآن هناك تخلي عربي عن لبنان هذا واضح واضح من من فترة مننا قصيرة واضح من فترة 2011-2012 وبلش يزيد شوي شوي رويداً رويداً مع ما حصل في الرياض مع الرئيس سعد الحريري وبعدين مع تأليف الحكومة الأخيرة للرئيس الحريري ومع تأليف حكومة الرئيس ميقاتي خف الاهتمام العربي بالمطلق بلبنان مع الأزمة الاقتصادية كمان بالـ 2019 لم تعد الدول جاهزة لتمول لبنان على الإطلق وانت بتتذكر أنه لكل قال نحن لا نمول دولة لبنانية واخترعوا شيء اسمه انجي اوز وبلش يدفعوا مصار للانجي اوز ومشي للدولة اليوم نحن بنى مرحلة جديدة هاي دي المرحلة جديدة اسمها مرحلة ما بعد غزة هي ما بتشبه اللي قبلها بعد غزة لا يمكن أن لا يعود العرب إلى فلسطين لا يمكن لا يمكن ولا ممكن أبداً وإذا عاد العرب إلى فلسطين محكومين بالعودة إلى لبنان لأن التزاوج بين أركان أركان وحدة الجبهات موجود بلبنان بفلسطين وبلبنان وبسوريا وبالعراق بالعراق وبسوريا الإماراتي والخليجي كله الإماراتي والسعودي والعوماني وكلهم إلا قطر برجعوا بالعراق رجعوا بس بسوريا رحوا كل العرب من عدى قطر ما هيك؟ طيب بلبنان ما في حدا اليوم القطر هو الوحيد اللي عم يعمل وساطة سياسية أو بيسموه استطلاع الساسمت بعد ما تنجلي غبار غزة لا يمكن إلا أن تعاد تشكيل السلطة في لبنان إعادة تشكيل السلطة في لبنان حزب الله جزء من هذه السلطة إما أن يقول حزب الله أنا أريد أن أمسك بهذه السلطة وأنا بشك كثير أن يقول هيك وإما أن يحصل تسوية ما حول لبنان وهذه التسوية يجب أن تتضمن كل المحلات الفارغة التسوية هي ستكون بجهد عربي؟ ما في تسوية بجهد عربي بدون إيران بلبنان إيران لاعب أساسي في لبنان ورد المتحدة الأمريكية لاعب أساسي في لبنان أنت عندك اليوم غياب عربي اللعبين في لبنان هن إيران وأمريكا ما بدي يقول إديش الأحجام بس اللعبين هن أمريكا وإيران بعد مرحلة غزة محكومين العرب بالعودة إلى لبنان بيصير عندك ترايلاترال بيصير عندك العرب وإيران وأمريكا طبعا في أوروبا وفرنسا وكذا بس أنه هلأ عم بحكي نحن باللاعبين الأساسيين كيف معقولة يرجعوا لا يمكن أن يعودوا بدون أثمان ما حدا بيرجع باللاعبين خلص خلصنا مبارح كان وزير خارجية الاحتحاد الأوروبي عم يحكي أنه يجب على أوروبا أن تعود لأ الدور الأساسي في موضوع فلسطين ويجب على العرب أن يعودوا وأن لا يكون فقط هدفهم دفع المال يجب أن يكون لهم جزء من القرار أو أن يكونوا جزء من تشكيل القرار وفي لبنان نفس الشيء ما بقى حدا بيستعدي يحطل لك دولار إلا ما يعرف هذا الدولار شو بيطلع له فيه بالسياسة وشو بيطلع فيه للبنان شو المطلوب من لبنان بعد حرب غزة أو بعد اللي حكيته أنا لنشوف نتائج حرب غزة أنا أتمنى أن تتوقف هذه الحرب غدا صباحا أو الليلة بعد حرب غزة ما فيك تعرف ما إلا الميدان الميدان يفرض شروطه المنتصر يفرض شروطه على الطاولة لا أتمنى أن تنتصر إسرائيل في هذه الحرب لأن انتصار إسرائيلي يؤدي إلى نهاية القضية الفلسطينية هل هناك توازن جديد يخلق بالمنطقة؟ بدنا نشوف ما بدنا نستعجل على شيء خلينا نقول قطعا جزما بعد إنجلاء غبار غزة سيبدأ المسار السياسي في فلسطين وفي لبنان وأكاد أقول في المشرق العربي كله يعني بما فيه سوريا بما فيه العراق بيبدأ مسار سياسي جديد بالشرق أوسط بالمشرق العربي هذا ظنني ولبنان هذه المرة التي عادة تسويات تأتي على حسابه هالمرة لا حسب إذا فتنا بالحرب وتكسر البلد منكون دفعنا التمن وخلصنا إذا ما فتنا بالحرب ووقفت الحرب وبدأنا نعمل تسوية سياسية بالمنطقة لا ما بتكون حسابنا بتكون ربما مالي صالحنا ما هذا بسوريا ما جرى وبالآخر ما أجت حسابه لا أجت لا هلأ لا هلأ لا هلأ سوريا ما أخدتش أطلاقا يعني العودة عادت إلى الجامعة العربية وحتر الرئيس الأسد اليوم بيقول أنا إذا بدي أرجع بدي وهلكي بيقوله إذا بدنا نعطيك بدنا ولا حدا هيدعطاه ولا هو آخر بعد بعد الأمور معاقدة لدرجة أنه من الصعب جدا استنتاج المخرج قبل نهاية الحرب إذن هذا المخاض حتى لو انتهت الحرب قريبا يبدأ يبدأ المخاض في لبنان ولكن قطعا جزما سيكون هناك رأي جمهورية في البلد وستكون هناك حكومة في البلد وسيكون هناك حاكم مصر في لبنان ويجب أن تعود حركة عجلة الإقتصاد إلى الدورة بدي أخبرك شيء إيران غيرت خطة خطة يعني مثل ما نقول نحن بالعرب غيرت خطة إيران كانت دولة في المواجهة اليوم إيران تسعى لتكون جزءا من تشكيل المنطق عملت مصالحات مع كل العالم عملت مصالحة مع العرب عملت مصالحة مع تركيا عملت مصالحات عمليا الحوار الأمريكي الإيراني من ووقف بالتالي إيران اليوم تعيد نفسها إلى الخارطة الإقليمية ماش من بوابة المواجهة من بوابة المشاركة وبالتالي هذا كمان هذا يساعد بدون نعكس هون شو الأتمان والله ما بعرف بس أنه اجتماع الرياض حضور طهران بهذا الشكل لم تعترض على البيان بلاحظة قالوا أنه اعترضنا بقلب الجلسة وقالوا على طهران قالوا سجلنا عطراضاتنا على نقطة 2-3-4-5 لكنهم لم يكونوا سلبيين كما جرت العادي طيب معناته هن الجماعة اليوم بدون يرجعوا على المسرحة الإقليمية بطريقة مختلفة هل هذا بيصير ولا لا؟ بيصير بس خلينا نشوفه وابده تودي حرب غز بها الكلام بدي يخطم معك هذه الحلقة من منشاة المساء السياسة اللبنانية دكتور خالدون الشريف شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا لأستضافتك إلي وشكرا لصوت لبنان وعلى أمل اللقاء دائما وأهلا بك مجددا ويبقى لكم مشاهدين ومجتمعين الشكر على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة